حول الإشاعات التي نشرها موقع المنظمة السويسرية الغير هكومية فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لتاتا فقد عد لنا الزميل راماتي جبريل أنجيني ورقة صلت فيها الضوء على هذا الموضوع ردا على التقرير الذي نشرته المنظمة السويسرية الغير هكومية في الثاني عشر من يونيو من الشهر الحالي في موقعها الخاصة سويت آتا تقرير يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركة الأمريكية لتنقيب البترول في جات وإن هذه المعلومات التي نشرت من طرف بعض الأشخاص زوين نوايا السيعة تعتبر إساءة إلى سمعة وكرامة الجادين وإنها عدعات باطلة وأكاذيب ملفقة إن جات تعد دولة زات سيادة وقانون كما أنها أضوة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وأبرمت اتفاقيات عديدة مع الشركات العاملة في مجال استخراج البترول وتنقيبه وعليه لا يحق لأي دولة التدخل في شؤونها الداخلية وبعد هذه اللاجهة القوية قامت المنظمة السويسرية الغير حكومية بالتاسع عشر من يونيو للعام 2017 بسحب هذا التقرير من موقعها الخاص موضحة أن نشر هذا التقرير ليس بغرض تشوي سمعة جادة والشركة بل إنها تهدف إلى إخبار الرأي العامة الوطن السويسري فقط الشيء الغير معلوم حتى الآن يتساعل أحدهم ماذا تريد هذه المنظمة السويسرية ولماذا أقدمت على هذا الفعل وفي هذا الشأن وليعلم الجميع أن نشر أي معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي بقرد تشويش الرأي العامة الوطني والدولي لا بد من المطلع أن يقف على مصداقيته ودقته ليس كل ما يسمع يقال فبدلا من الجر وراء السراب والتلفقات يتطلب ضرورة التأكد من مصدر الخبر لأن مثل هذه الادعاة تضر بالمصلحة العامة للدولة نهاية عرض السبع أشكركم وفي أمن الله